يا سيدي سالي ترسل ما لبستيش فقدر يقوم يلبسي بنتك ويلا انا مش رايحة في حد ليه بقى ان شاء الله عشان يا اسامة بي دي حاجات عائلية بينك ومباباك مايصحش احضرها وبجد بجد انا تكسف خلاص مدام بتتكسفي حطها على وش كمان كله حبيه انا مش عاوز اصدمك انا مش مصدقة ان باباك حلت فلوس اصلا يا سلام يعني احنا اللي شحتين ووالدك بس هو اللي عنده الفلوس والاطيان انا مش قصدي يا اسامة انت عارف انا بحيب اباك قد ايه واحترمه على امام عاوز تروح روح لوحدا لا انت لازم تيجي انت وبنتك عشان نضغط عليهم واخد حقي في المراس محدش ده من الحايم الموت يا حبيبتي واما انت ابوك غني كده مش كان يجيبلك شقة يا تنت انت هتقري ولا ايه لا انا بتكلم بس اصلا انا اكتر حاجة كراها في حياتي الاباهات اللي يكنزوا على قلبهم وميردوش يساعدوا عيالهم تمانتي يا امام كانزة على قلبك فلوس قد كده وكمان ورثة من بابا ومع ان كده مش بتساعدينها خالص بل بالعكس تنتك نبيلا هي اللي بتساعدنا تنتك نبيلا يا اختي دي هابلة كل حاجة بتديها لعيالها مرة طاقة ناني قول المامتك تتكلم على اي حد زي ما هي عايزة على بابا عادي جدا على الجيران ما يخصنيش على باباكي ما يهمنيش لكن ماما لأ يا ناني ماما لأ هذه داقة اللي طالع زي اماما خيب وعبيب